اشتركوا في القناة قابلني بكرة في مكتبي وبهد معك الحاجة ده صوتي فعلا والمكالمة دي حصلت بس ممكن اي حد فيكو كده يقولي كلمة واحدة واضحة وصريحة ان انا ببيع امتحان ده كان طالب عندي كان عنده ظروف منعدي ان هو يحدى من محضر وطالب مني المساعدة وانا وافقت وساعدته وقابلته وكنت بذاكره بحاول ألمله المنهج عشان يعرف يخش الامتحان ويحل طيب ايه حاجتك اللي معايا يا دوت اولا انت وهم توقفوا انت بتكلمني ثانيا اسمها حاجة حضرتك الحاجات دي عبارة عن ورق وملخصات كنت متهاله علشان يلمل بيها المنهج بسرعة وحضرتك بقى تعمل كده مع كل الطلبة؟ ما اعتقدش حد فيكو احتاجني في حاجة وطلد مساعدتي وانا اتأخرت عليها طب ما تعتبرنا زي يا دكتور وطول المهم اللي ايجي في الامتحان كلنا تحت أمر ده انت ناس ربايا بقى وانا انا احرف بيك انت جننت انت جننت يعني يا دكتور انت عايز نسمع اهانتي من طالب عندي واسكت دكتور حميد تصرفك كان غلط المشكلة اللي حصلت دي ومن قبلها مشكلة الطالب اللي سجل لك واسل قدرت الجامعة عشان هم اللي حميدتوا فيهم وفيه قرار بوقفك مؤقتا انا اسف يا دكتور اكراملي اللي انا قدم استقالتي ولا انا اتحط في موضع اتهام ولا يتشكك في نزهة تيت نجوم رمضان معاك على واتشت اشترك وما تخليش حاجة تفوتك